أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكرم من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامج الفريق الدولي والذي سنخصصه لمحترفين وما يفعلونه في الدوريات الأوروبية والخليجية ونبدأ بالدوري الأوروبي عوار يفوز على بن ناصر في ملعب السانسيرو بنتجة هدف مقابل سفر ولو أن بن ناصر لعب 60 دقيقة وعوار لم يلعب إلا دقائق معدودات قاس السعيد دخل في الدقيقة التاسعة والثمانين إلا أنه عاد بانتصار تميل هدف مقابل سفر وهو ديروس يدخل عوار باش يكسر لعب تعميله عاصي هذا ما كان يعني تحب ثلاث دقيقة أو أربع دقيقة ما حتى تقدم حتى شيء وذلك ما رحش يخدم يعني عوار لمستقبلا لأنه تراجع كتير المستوى ديالو أما بن ناصر كان خروج تعه في الدقيقة 60 وعوضه عدلي بصراحة حتى بن ناصر يعني تراجع المستوى ديالو منذ الإصابة هذه وخاصة تواجده في كاس إفريقيا للعب مقابل وحدة لزيد هلكاتو منضع المستوى تراجع كتير نعم إسماعيل بن ناصر منذ أن تلقى الإصابة على مستوى الركبة تراجع مردوده كان يحاول في بعض المباريات أن يعود وأن يقدم أفضل الأداءات ولكن في النهاية يبقى مردوده متواضع عن ميده مباراة الأمس لم يكن في أعلى مستوى نعم مش متواضع دائما مترنح مرة يكون بيام مرة مكاشو مرة مستنبلو هدك إسمالي كان مليور مليور تيرام شانبي مضيت عليه إصابة هذه مزمينة شوية خلات مستوى تراجع وكما قال قاسي سايد أعتقد أنه أكبر خطأ ارتكبه هو الذهب إلى بواكي المشاركة في كأس أمم إفريقيا لأنه كان في فترة نذكر قبل كأس أمم إفريقيا وفرصة باش يقول لي باش يلعب كأس أمم إفريقيا لكن قبل كأس أمم إفريقيا مستوى كان في تصاعد مع المينو لعب ديمينيو حتى المدرب أصبح يغيره باستمرار حفاظها لعليه وما تنساش منذ عودتهم كأس أمم إفريقيا بدأته أيضا سيسلة من الإصابة تعالي نشوفه في كل مرة أبسان سمانة أبسان ديجو وغيته اللعب خلوق مربي وقرون جوار نتمنى ولو إن شاء الله يعود لي الأفضل مستوياته اللي كان بيها صعب شوية لكن نتمنى وأنه يعود المستوى الكبير اللي كان بيها أما حسام عوار أعتقد بأنه صعب من الصعب عليه من الصعب جدا عليه أن يفتك مكان أساسي من هنا لغاية ناية الموشي مع نادي روما في الظل توهج لالوف اللي هو نادي روما تحت قيادة المدرب ديروسي اللي هو يقدم مستوى عهد جدا وقد قدم حديثة وبنفس اللعبين اللي ما قدش ينجح بهم مورينيو نعم في مباريات اليوروبا ليق قلنا بأن الميلان خسر أمام روما في عقل داري هدف مقابل سفر ليفر كوزين فاز 2-0 على وستهام بنفكا 2-1 على مارسيليا وليفر بول خسارة مدوية أمام أطلنطا على ملعب الأنفيل تلت أهداف مقابل سفر يورغن كلوب قال بأننا لم نفهم أي شيء بعد نهاية الموشي مفاجأة حقيقة خاصة ليفر بول اللعب بالتشكيل الكاميرا ديالو كانت مفاجأة ظن باللي أطلنطا كانت عندها الأفضلية يعني بالفرونتي الرغبة باش تفوز ذلك المقابلة ليفر بول كان في نهار يوم مكاش غير موجود 60 جور 100 هذه موجودة في كورت القادم للأسف ما نجمش نشرح لك يعني وش سرحل في هذا الفريق هذا في هذه المقابلة نعم نبيل بن طالب عقبة نهاية مباراة ليل وأسطن فيلا في دور المؤتمرات قال بأننا سنقدم شيء الكثير في مباراة العودة وسنتأهل إلى الدور المقبل نعم ليل أمام فرصة كبيرة خاصة أنه الهدف اللي سجله خلوهم يبقوا على قيد الحياة وخلوهم يبقوا في المباراة لأنه 2 سفر أمام أسطن فيلا صعب لازم سجل الأهدف خسروا 2 واحد نعم 2 واحد هدف واحد ممكن في بداية اللقاء أو لا معه في الشرط الأول يعيد لك المباراة التي تكافأ وتعادل نصف النهائي قريب نتمنونهم هو هو أدمو الناس لما لا تأول دور نصف النهائي وقصى أسطن فيلا في دور المؤتمرات نعم مصادر صحفية متطابقة وكثيرة تحدثت عن راين شرقي وبأنه يبدو أنه حسى ما قراره باللعب للمنتخب الجزائري أو أنه يريد تمثيل المنتخب الجزائري ربما تأتينا بعض الأخبار السارة في الأيام القادمة قاسي السعيد إضافة كبيرة للمنتخب شرقي إذا صح نستنوى راين شرقي ويتكلم إذا كان يعني يقبل باش يبتل المنتخب الجزائري راح تكون إضافة للمنتخب يعني واحد مهاجم يعني من طينات راين شرقي للاك في الدورة الفرنسية في ليون نقول باللي راح تكون أم بلوس للمنتخب الجزائري نعم ميشيل أوليز الذي يستعد هو الأخ الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري وهناك اجتماع حاسم بينه وبين رئيس الفاف حسب أيضا مصادر صحفية متطابقة يبدو أنه أصبح الآن محل اهتمام كبرى الأندية في إنجلترا ميشيل أوليز يتحدثون عنه في نادي مونتشستر سيتي ميتو كان يريده باب في صحيفة الماضية نعم بعدها أتى بيدوكو بسبب مطالب خلصة الباراست الموسم أصيب منذ مدة ميشيل أوليز قريب من العودة أو سيعود قريبا لعب ممتاز جدا عم بلش دوسا عنده القباري يعني طويل و لايبارك يعني لكوستو لكن تقنيا ممتاز جدا وقليل في كورة القادم ونتلقى شوار طويل عنده لا تكنيك تقنيا جيد سريع قوي بدنيا يلعب في كريستالبالاس في أفضل دوري في العالم ممكن أن يقدم خدمة كبيرة للمنتخب الوطني في حل التحق وخاصة مع وجود بيتكوفيش اللي روي سي في مباراة الأولى كيف يوضع بنزي على الجال يومنا ومن بعد تانية بنزي يدخل لكم اللي درواء بعدها سوف تحول المهاجم ثاني عمورة يلعب الجال يومنا الجال يوسرا أبراهيمي يلعب الجال يوسرا بعد تحول الوسط الميدان لذلك حتى هو تتكلم بيتكوفيش عندما يوصح فيها بعد مباراة جنو فلقا قا 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 نكتشف اللعبين في أي مراكز يمكن أن يبرز اليوم ممكن في منتخب الوطني يجيب ميكايل أوليس ممكن أنه يوضع الجال يوسرا كجاناح عيسر أنا حبيب يتبكر هو عنده تلجنسيات محمد فرنسية نيجيرية جزائرية يعني راح يكون سيرع من بين الجزائر ونيجيريا وإذا كان فرنسا سدعاته من ضم بلح يفضل المنتخب الفرنسي إذا استدعوه في المنتخب الأول راح يخير المنتخب الفرنسي إذا ما استدعوه راح يكون السراع ما بين الجزائر ونيجيريا ربما العروسي أيضا لعب دور كبير أنه صديق أو العروسي صديق ميشال وطن صديق مقرب جدا لأوليس وحتى أنه في دات مرة ودع سطوري يدعوه فيها لإكتشاف أجواء المنتخب الوطني ممكن إن شاء الله نتمنى نتمنى الخير دائما المنتخب الوطني ونتمنى الأفضل يلاعبون في المنتخب الوطني بعيدا عن الشراعية التورية يجب تجديد الدماء وبناء فريق للمستقبل على الأقل بلاعبين شبان أنا نشوفه اليوم بومب زي يا كبر أنا نشوفه اليوم حاج موسى قيطان نشوفه بوادر لعبين ممكن راح يراه في الدفاع لكن في الدفاع على المدرب أن يشاهد كل المدافعين الجزائري الموجودين أنا شبت ليس فقط المدافعين سمح لي قاسية ليس فقط المدافعين اللي يقولوا عليهم اللي يشوفهم اليوم أنا تحدثت في المرة الماضية وسبقا تحدثت عليها أكت أول من تحدث عليه اليوم لعب مثل توفيق شريفي اللي يلعب في النادي الإفريقي في قلب الدفاع يقدم لعب في جياز كاديجا وراح مباشرة النادي الإفريقي اليوم يلعب في أكبر نادي شعبية في تونس في أكبر نادي فيه ضغط يلعب كأساسي يجلس لعبين دوليين تونسيين في كرسي الاحتياط في منصبه الاتحاد التونسي لكورت القدم منذ شهرين أراد تجنيس اللاعب من أجل أن يلعب للمنتخب التونسي اللاعب رفض كليا هذا الفكرة وقال بلون بأني جزائري وأريد أن ألعب لمنتخب بلدي نتمنى أنه يلقى فقط نظرة من طرف الاتحاد الجزائري كورت القدم ومن طرف المدرب مثلما جربنا مدافعين في عمر 32 و33 نقدروا نجربوا مدافع في عمر 23 أنا بتحن تكلم مع لي أراك شبقت نميدون مسحكاية اللاعب واحدة أخلي نشوفوا في الدور السعودي حقيقتنا ويدير مقابلات قوية أمام نجوم لا بدرعان 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 هو يدير وهذا كان لعب في المنتخب في السابق بدرعان لعب منتخب الوطني أنا شكت المقابل الآخر أمام رونالدو ماني يعني تقريبا كان الوقف مندل ندل نعم ميدو أيضا هناك تقارير صحفية نشرت هذا الأسبوع تتحدث عن محادثات جارية بين الاتحاد الجزائري لكورة القدم وأسرة موهبة نادي موناكو مغناس أكليوش نعم من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني مغناس أكليوش لا أكليوش لا يعد بالكثير نعم ترى مستوى في نادي موناكو سنجوى سنفري بيبيت ولا سن سن پوتنسيال جوى عنده پوتنسيال جوى في المستقبل نعم ممكن جدا أنه يغادر نحو أنه أكبر من موناكو في القريب العجل بقي على مستوى اللي راهوا يلعب به الآن لأنه تعرف اللعبين صغر في السن كل واحده عقليته لما ينفجروا في أنديتهم كل واحد كيفاش يسير هذه مرحلة ما بعد بداية النجومية كيفاش تكون مرحلة هذه وهذا أصعب شيء بالنسبة للعب في سن 17 ولا 18 كيفاش يسير المرحلة المقبلة في مسيرته الكروية لذلك أعتقد بأنه ما تقوم به الاتحادية إن كان حقا ما يقال أن الاتحادية في اتصالات مع هؤلاء اللعبين أعتقد بأنه شيء منتز جدا من أجل تجديد دماء المنتخب الوطني ترجمة نانسي قنقر